الناسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر طوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأدر قريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن ومن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم رسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم طوم مصرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ما إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي علون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوله من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية له الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعينا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزغاد كلها مما تنبت الله من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقفر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا دريتهم في البلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقبون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موارضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أن نطعم من له يشاء الله وطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويضعون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قلوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تغلق نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد ليكم يا بني آدم أن لا تعرضوا الشيطان إنه له معدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه ذهنه التي كنتم توعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن وعمرون كسر في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيط الغرم على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معضرون فلا يحزنك قوتهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميد قل يحييها الذي أنجأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات من الأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ثم فيكون فسبحان الذي بيده من قوت كل شيء وإليه ترجعون